سعاد الله وقال دفهم اليوم راح نحض درس اه عن الاحتمالات مع كل مدرس محمد البتور اه من مدرسة 16 تشهين. اول شي اه بس بنا نحكي عن احتمالات بشكل عام. يعني ما حدا فينا ما بيسمعها بكلمة احتمال كثير. فمسلا اذا بدنا نحكي على اه النشرة الجوية او الارصاد الجوية. فبتلاقي انه مسلا في دمشق احتمال هطول الامطار بنسبة 70%. فكلمة الاحتمال نحنا كبير منسمعها بحياتنا اليومية. نحنا بنعرف انه الرياضيات هو عبارة عن علم مجرد عطول. ولكن نحنا عنا هون بدرس الاحتمالات الدرس ديناميتي اكتر ما يكون مجرد لانه كثير يمر معنا بالحياة العملي. هلا راح ناخد اليوم درس للصف العاشر عن مبادئ الاحتمالات. اول شيء مبادئ الاحتمالات. انه مثل ما ذكرنا انه عندنا ما حكينا عن النشرة الجوية. هلا اذا بدنا نحكي عن طاولة الزهر. ما حدا فينا ما بيعرف طاولة الزهر. وحجر النرد سبق طاولة الزهر. نعرف انه شكله مكعب ومؤلف على كل وش عليه رقم. والارقام هي من الواحد الى الستة. ففي عنا اذا في عنا في تجربة الرمي حجر نرد مكعب الشكل. وجوهه مرقمة من واحد الى سبسة. نهتم بالرقم الظاهر في الاعلى. فهلا ازا احنا بناخد النتائج الممكنة فانا عندما برمي حجر النرد لاول مرة. فممكن انه يظهر معنا الرقم واحد. ممكن انه يظهر معنا اثنين. ممكن يعني الوجه اللي عم يحمل مقطين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة. فبالتالي النتائج الممكنة راح تكون لهذه التجربة هي عبارة عن. هي عبارة عن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. المنسمي كل نتيجة ظاهرة من هدول النتائج الواحد لحالة او الاثنين لحالة او الثلاثة اربعة خمسة ستة منسمي كل هذه منهم هي عبارة عن نتيجة بسيطة. طالما هي نتيجة بسيطة في عنا تعريفة بيحكي عن الحدث البسيط. بما ان الحدث البسيط هو عبارة عن هذه النتيجة الوحيدة البسيطة اللي طلعت معنا. فمثلا اذا سألنا ما احتمال ظهور الرقم واحد. فالرقم واحد راح يظهر مرة واحدة لانه حجر واحد. فمنقول عنه انه هذا حداث بسيط. وبالتالي نسمي الحصول على اي منها بالنتائج البسيطة انه حداث بسيط. وككل منقول عنا احتمال النتائج لهذه التجربة هي التجربة العشوائية. التجربة العشوائية ليش نحن سميناها تجربة عشوائية? لانه نحن مسبقا بنعرف النتائج الرح تطلع بس ما بنعرف شو الناتج بالضبط يلي رح يطلع. هلا مثل عنا حجر النرد. نحن عنا المرقب من واحد لستة. رح يظهر عنا العدد واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. هدول انا بعرفون. بس انه حدث رح يطلع. انه نتيجة رح تطلع واحد ولا اتنين ولا ثلاثة ولا اربعة وما بنعرف. فمشان هيك منسميها تجربة عشوائية. ومنعرف التجربة العشوائية هي تجربة تعلم نتائجها الممكنة مسبقا ولا نعلم النتيجة التي سنحطل عليها عند اجرائها. يعني فعليا انا ستة حجر النرد ما بعرف اذا رح يطلع اتنين ولا واحد ولا اربعة. ومن هون فينا نقول عن فضاء العينة هذول السلمات بنستخدمون بالاحتمالات. تجربة عشوائية حداث حداث بسيط. وفضاء العينة. فضاء العينة هو عبارة عن رجموعة النتائج الممكنة للتجربة العشوائية. يعني ذي الاحداث الرح تطلع معنا من هذه التجربة. وبنرمزها بالرمز اوميغا. على عنا اكتب فضاء العينة لكلها مما يري. في تجربة القاء حجر النرد رباع الوجوه. متوازن وجوهه مرقمي من الواحد الى اربعة. فضاء العينة اللي ممكن يطلع معنا هون. مثل الحجر النرد مكون من ستة وجوه. هون بس للاربعة. فهنا نحن رح يطلع معنا واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. ايضا في تجربة القاء قطعة نقود. هلا نحن ماشيين بالشارع. نشوف واحد ماسك قطعة نقود عميز الزر. فالاحتماد ما بتطلع معنا الصورة او بتطلع معنا الكتابة. فانا اذا بلقي قطعة نقود مرة واحدة. فالاحتمالين رح يطلعوا معنا. اما رح نحصل على صورة او انه رح نحصر على كتابة. طيب. لو مسكنا قطعة نرد ورميناها مرتين متتاليتين وربعة. فبالتجربة في اول رمية رح تطلع معنا مثلا صورة او كتابة. في الرمية الثانية رح تطلع معنا كمان يا صورة يا كتابة. فصار في عنا هون. ضعفين لا الى. اما في تجربة قطعة القطعة نقود ثلاث مرات متتالية. فنحنا بالرمية الاولى اللي رح نرميها رح تطلع معنا مثلا كتابة او صورة. فلا نفرض انه الرمية الاولى طلعت معنا كتابة. طيب الرمية الثانية فممكن انه تكون كتابة او صورة كمان. كمان نقول انه كتابة. الرمية التالتة صورة او كتابة. فممكن انه تكون كمان اما صورة او كتابة. خلينا نقول كتابة. فنحن هدول اللي عم يطلعوا معنا صورة ولا كتابة صورة ولا كتابة هدول هنه النتائج اللي عم تطلع معنا هلأ مثل مثلا عنا فضاء العينة نرمز بالرمز T للكتابة وبالرمز T للشعار أو الصورة فأول مرة ستطلع معنا أما كتابة 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 هلأ هدول الثلاثة مع بعض هاي نتيجة التجربة السلاسية مع بعض هاي كلها هي نتيجة واحدة فأما رح يكون عنا كتابة 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 أو صورة 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 أو ممكن الرمية الأولى تطلع كتابة الرمية الثانية صورة الرمية الثالثة كمان صورة أو ممكن تطلع الرمية الأولى صورة والرمية الثانية كتابة والرمية الثالثة كمان صورة أو ممكن تطلع معنا صورة صورة كتابة أو صورة كتابة كتابة أو كتابة صورة صورة أو كتابة صورة كتابة أو كتابة كتابة صورة هلأ كمان هلأ في عنا إذا رمينا حجرين نرد مع بعض إذا أخذنا حجرين نرد مع بعض بس مرقمين من الواحد للأربعة نحن نعرفهم مرقمين من الواحد للستة إذا أخذنا حجرين نرد عم نرميهم مع بعض متماسلين من واحد إلى أربعة نهتم بمجموع الرقمين الظاهرين نحن هون اللي بهمنا مجموع الرقمين الظاهرين طيب أنا إذا رميت الحجر الأول وطلع واحد رميت الحجر الثاني معه وطلعوا الاثنين واحد واحد فنحن عم نهتم بالمجموع فواحد زائد واحد تطلع اثنين مثلا لو مسكت زتيت الحجر للنرد الأول طلع معنا مثلا أربعة رميت الحجر للنرد الثاني طلع معه مثلا ثلاثة فالأول أربعة والثاني ثلاثة فمجموعهم مع بعض رح يطلع سبعة فبالثاني نحن أكبر حد ممكن نوصله بمجموع الرقمين الظاهرين بما أنه مكونات مرقمين من واحد إلى أربعة فأربعة زائد أربعة هي ثمانية وأصغر الرقم رح يطلع معنا هو الاثنين لأنه عندك الحجر الأول أصغر القيمة ممكن تطلع هي الواحد والحجر الثاني كمانا واحد واحد زائد واحد اثنين فبالتالي مجموع فضاء العينة لهي التجربة رح تكون اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بعد شوية إن شاء الله من أول إشتاء نطلع معنا هذوذ عن شو بيديوه هلأ إذا حكينا عن النساء عام شوي بتجربة إلطاء حجر نرد حجري برد رباعي يلوجوه متماثلين مع بعض مرقمين من واحد إلى أربعة هلأ هون نهتم برقمي الوجهين الظاهرين رقمين مع بعض ما هلأ من شوية نحن حكينا على أنه عم نهتم بالمجموع اللي طالع معنا الآن نحن عم نحكي على الرقمين اللي طالعين معنا فلما مثلا في أول رمية للحجرين طلع معي واحد واحد في الرمية الثانية مثلا رجاءك مسكتوا الرميتهم مرة ثانية يطلع واحد اثنين مثلا مسكتوا رجاءنا رميناهم مثلا أربعة واحد فهذول هنو عناصر فضاء العينة فأما إنه يطلع معنا واحد واحد طبعا واحد واحد ما بعض هذول السنائية تقول عنها يعني هاي كلها يعطي إنها تجربة نتيجة تجربة عفوا واحد اثنين نتيجة تجربة واحد ثلاثة واحد أربعة خلصنا من الوجه واحد هلأ بالوجه الثاني إذا طلع الأول الثاني طالع معنا واحد فما منعيدها مرة تانية في فضاء العينة يعني هلأ نحن رميناهم مع بعض طلع الأول واحد طلع الثاني اثنين طالع ما نحن عم نرميهم مع بعض أنا ما بيهم من الترتيب إنه ما عمقول الحجر الأول طلع أول مرة طلع واحد رجعت بعد ما رميته رميت الحجر الثاني طلع اثنين رجعت مثلا شيلتون رجعت رميت الحجر الأول طلع اثنين رجعت رميت الحجر الأول الثاني طلع واحد أنا ما بيهم من الترتيب لأنه الاثنين عم نشلفهم مع بعض عم نرميهم مع بعض ...طابع. متى نحصل على رقمين فرديين؟ متى نحصل على رقمين فرديين من هذه التجربة? هلأ الرقمين الفرديين يعني لما نعمر من الحجرين مع بعض الأول رح يكون وشه فردي الرقم الظاهر على الوش فردي والحجر الثاني الرقم الظاهر على الوش كمان فردي فالأرقام الفرديين رفع واحد ثلاثة خمسة سبعة ستعة فنحن هون بهمنا بس الواحد والثلاثة لأنه صفة أربعة فنحن بهمنا أول واحد النتيجة واحد واحد والنتيجة هلأ واحد اثنين لا لأنه الحجر الثاني طلع اثنين فالعدد زوجه واحد ثلاثة فردي فباخده واحد أربعة لا اثنين ثلاثة لا اثنين ثلاثة لا اثنين أربعة لا ثلاثة ثلاثة مناخده كمان لأنه فردية فبالتالي نحصل على هذا الحدث عندما يطلع عنا النتائج واحد واحد ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة وفي مثل هذه الحالة نقول على أن هذه المجموعة مجموعة النتائج الممكنة اللي طلعت معنا هي حدث الحصول على رقمين فرديين هلأ مثلا لو قلت لك ما هو حدث الحصول على رقمين زوجيين رقمين زوجيين مع بعض النتيجة فهي رح تطلع معنا بس 2-2 و 2-4 و 4-4 وبالتالي صار فينا نعرف الحدث الحدث الظاهر معنا هو عبارة على أنه مجموعة جزئية من فضاء العينة وأيضا يمكننا تعريف الحدث البسيط والحدث المستحيل والحدث الأكيد هلأ الحدث البسيط على نفس المثال اللي كنا نحكي عنه من شوي أول شي الحدث البسيط هو مجموعة جزئية من فضاء العينة طبعا الأحداث كلها يعتم مجموعات جزئية من فضاء العينة أي حدث بيطلع عنها حصراً لازم يكون من فضاء العينة. فالحدث البسيط أول شيء هو مش معجزية من فضاء العينة ولكنها مؤلفة من عنصر واحد فقط. فبالمثال السابق لو رجعنا للمثال السابق أطلعك مع احتمال ظهور الحدث على أنه رقمين أو الواحد واحد أنه الرميل الحجرين بيطلع معنا واحد واحد فهو ما في غير نتيجة وحدة اللي هي واحد واحد فهي تسميها لحالة على أنها حدث بسيط. أما الحدث المستحيل هو حدث لا يمكنه الضقوع يعني أو لا يمكن أنه يظهر معنا. هو شيء نرمزه بالرمز فايل. فمثلاً بالتجربة من شوية مثلاً لو قلت لك ما احتمال أنه نحصل على مثلاً سبعة سبعة معنا. أو ما احتمال أنه الحدث أنه مثلاً أكبر من أربعة أي رقمين ظاهرين أكبر من أربعة أو أصغر من واحد مستحيل. ما عندي أنا بفضاء العينة شيء من هدول. فبالتالي منقول على أنه حدث مستحيل. أما الحدث الأكيد هو الحدث الذي يمكن وقوعه دوماً وهو مجموعة فضاء العينة. ومنرمزه بالرمز أوميغا. هلأ طلقيت بكل شيء حكيناه من شوي. قال إذا كان عنا تجربة عشوائية وعننا مجموعة فضاء العينة مكونة من A1 A2 A2. يعني نتائج لفضاء نتائج هي من فضاء العينة. نسمي كل مجموعة جزئية منها حدث. أي على تعريف الحدث. أي مجموعة جزئية بأخذها مثلاً A1 A2 لحالهم هي حدث. مثلاً A2 A2 A3 A4 أحداث. أما لو قصلك A1 لحال أو A2 لحال أو A1 لحال فهي ما بسميها بس حدث بسميها حدث بسيط. حسب تعريف الحدث البسيط أنه هو لأنه نتيجة واحدة. أما لو أخذنا الناتج كان عنه هو فضاء العينة نفسه A1 A2 لAN. فمعناته هذا بنسميه حدث أكيد لأنه هو نفسه فضاء العينة. أما الحدث المستحيل أنه ما ممكن يكون من عناصر فضاء العينة. هلأ تمرين في تجربة رمي حجر نرد مكعب. الشكل وجوهه مرقمة من واحد إلى ستة. كمانا نهتم برقب الوجه الظاهر في الأعلى. فمعناته رح تكون عندنا فضاء العينة هي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة لأنه حجر واحد. هكتبنا فضاء العينة. العبر بعبارة نصية عن كل من الأحداث الآتية. واحد، ثلاثة، خمسة. هلأ نحنا فضاء العينة عندنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نحنا بس بدن نعبر عن واحد، ثلاثة، وخمسة. منلاحظ أن واحد، ثلاثة، وخمسة هي عبارة عن نتائج التجربة للأعداد الفردية. فمعناته واحد ثلاثة، خمسة هي الحصول على أعداد، فردية. طيب واحد، اثنين، ثلاثة هي مو بس فردية. فيها الأثنين فهو زوجة. هلا ملاحظ انه واحد اتنين ثلاثة هي اصغر تماما من الاربعة يعني هون الحصول على عدد اصغر تماما من الاربعة من فضاء العينة اما خمسة ستة فهاي بدل على حدث ظهور عدد اكبر تماما من اربعة هلا فيني احكي مسلا واحد اتنين ثلاثة هي او حدث ظهور عدد اصغر او يساوي ثلاثة اصغر او يساوي ثلاثة يعني ضفنا الثلاثة للمجموعة وهون نفس الحكيه فينا نقول اكبر او يساوي الخمسة فهون دخلت معنا الخمسة. اما اتنين اربعة ستة فهو حدث الحصول على عداد زوجي. هلا نفس التمرين. بنضيف عليه طلب اكتب بصيغة اكتب بصيغة مجموعة جزئية من فضاء العينة كلها من الاحداث. اول شي الحصول على عداد اولي. فلا العدد الاولي نعرف اي عدد يقبل قسمي على نفسه على الواحد فقط لا غير. فبالتالي الاعداد الاولية بفضاء العينة اللي هو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة شو عنا عداد اولية؟ عنا العدد اثنين هو اول عدد اول. ثلاثة عدد اولي. الاربعة لا. الخمسة ايه؟ ستة لا. فبالتالي النتيجة الممكن نخصل عليها هي اثنين ثلاثة خمسة. الحصول على عدد فردي. مثل ما حكينا من شوي. عدد الفردي هي واحد وثلاثة وخمسة. هلأ الحصول على عدد يقبل قسمي على اثنين وثلاثة ما بعض. لأننا عنا العددين اثنين وثلاثة. هلأ متى يقبل قسمي العدد على اثنين اذا كان من احده زوجيه؟ ومتى يقبل قسمي على ثلاثة اذا كان من المضاعفات ثلاثة. هلأ منجي بفضاء العينة. اول شي عنا واحد. حيادي. اثنين. اثنين تقبل قسمي على اثنين فاذا باخده. ثلاثة. ثلاثة تقبل قسمي على اثنين. بس ما بتقبل القسمي على اثنين. ثلاثة تقبل على ثلاثة وما بتقبل على اثنين. بناخدها. ايه بناخدها لأنه هون عم يحكي او. ثلاثة. يعني اثنينات هون مع بعض. طيب اربعة الاربعة تقبل قسمة على اتنين فمناخذ الخمسة لا تقبل لا على اتنين لا على ثلاثة فما لي فيها والستة تقبل قسمة على اتنين وثلاثة مع بعضه. فبالتالي بتكون عنا المجموعة هي اتنين ثلاثة اربعة ستة. هلأ نحكي على قانون الاحتمال. هلأ ازا كانت عنا التجربة اوميغا اي واحد اي اثنين لعند اي نتائج? هي عبارة عن فضاء العين. نرمز للاحتمال بالرمز بي. بان احتمال وقوع الحدث اي واحد هو بي للاي واحد. هلأ عنا كمان تجربة متساوية الاحتمال. هلأ هذا بعد شوي منطبخه بتمريم. هلأ التجربة المتساوية الاحتمال. الاذا كانت النتائج الممكنة كلها لها الاحتمال ذاته. معناته هاي بنقول على ان تجربة متساوية الاحتمال. مثل ايش لون يعني? هلأ مثلا. ازا بدنا نسحب ورقة تقويم من سنة غير كبيسة يعني بيكون فيها شهر شباط 28 يوم. معدد ايام السنة 365 يوم. بالسنة غير كبيسة. ما هو احتمال ان تكون الورقة هي يوم 25 تشرين الثاني. هلأ هم منلاحظها لان اذا سحبت ورقة من 25 تشرين الثاني. ولا اذا سحبت من واحد كانون الثاني. هي احتمالاته متساوية نفسها. فحسب رح تكون عنا. نحن عنا نسحب ورقة واحدة من 365 يوم. وبما انه احتمالات جميع الايام متساوية. فبيكون عنا الناتج هو واحد على 365. هلأ قانون احتمال الحدث ايه. هلأ نحن من شوي انه بيطلع معنا الناتج هي واحد على 365. طيب نحن على شو استندنا انه نحطه واحد على 365. يعني بتصير مثلا واحد من 365. هون نحن بنرجع لقانون الاحتمالات. الاساسي اللي بنشتغل عليه. قال انه احتمال حدث ايه هو عدد عناصر الحدث ايه على عدد عناصر فضاء العينة. فلو حكينا على نفس المثال. من شوي مع احتمال مثلا ظهور اه ورقة من شهر شباط. بسنة غير كبيسة مع احتمال ظهور ورقة من اوراق شهر شباط. فمنلاحظ انه عنا عنا شهر شباط كم يوم. قلنا بما انه سنة غير كبيسة فهي 28 يوم. فبالتالي عدد عناصر اللي هو عدد اه ظهور ورقة من شهر شباط هو 28 مرة. ممكن انه تظهر وركة. ممكن واحد ممكن اطنين ممكن تلاتة لا 28 الشهر. على عدد عناصر فضاء العينة. فضاء العينة نحن عم نحكي عن سنة. ففضاء العينة هو عدد ايام السنة طالما نحن عم نحكي على عدد ايام. فعدد عناصر فضاء العينة هو 365 يوم. قالوا دوما الاحتمال بي يكون محصور بين الصفر والواحد. يعني اي نتيجة رح تطلع معنا رح تطلع اه قيمتها بين الصفر والواحد دوما. خلق هاي المثال اللي كنا عم نحكي عنه اه سح بركة تقويم ميلادي لسنة جير كبيسة. فراح يكون معنا الورقة المسحوبة من شهر شباط احتمالا بي تساوي ثمانة وعشرين على ثمية وخمسة وستين. طيب. في تجربة نرجع للحجر النرد. في تجربة القاء حجر اي نرد رباع الوجوه متماسلين. مرقمين من واحد الى اربعة. نهتم بمجموع الرقمين الظاهرين اللي بيطلعوا معنا. ففضاء العينين مثل ما شفنا هو اوميغا ثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. قال ازا بدنا نحكي نفصل انه اللي اتنين شو اللي ثلاتة شو. الأربعة شو يعني شو احتمالاتها. شو النتائج اللي عم تاخدها. فمن معبر عنا بجدول كل تمانينة فينا نعمبر عنهم بجدول. فالرمية الاولى واحد اتنين ثلاتة اربعة. والرمية الثانية الحجر الثاني يعني واحد اتنين ثلاتة اربعة. طالما نحن عم مجموع. فالاتنين هي ناتجة عن واحد واحد. اما الثلاتة فهي ناتجة عن ظهور واحد واتنين او اتنين وواحد. نفس الحكاعة الاربعة هي ناتجة من ثلاثة واحد او من واحد وثلاثة او من اتنين واتنين. فهلا ازا بدنا نحكي على القانون الاحتمال لهذا الجدول او لهاي التجربة. منلاحز انه لما نعم نحكي على النتيجة اتنين فانه رح يكون عنا احتمال وقوعه كم مرة? ما في عنا غير هي طالعة من الواحد واحد فمرة واحدة. اما ازا بدي احكي على الثلاثة. الثلاثة ظهره عنا من الاتنين وواحد ومن الواحد واثنين. فنلاحز انه ظهره من تجربتين. من نتيجتين عفوا. الثلاثة ظهره من نتيجتين اللي هي واحد واثنين واثنين وواحد. فرح يكون عنا قانون الاحكمال لهو اثنين على ستاعة. واثنين على ستاعة. فينا نختز له للكثر بيطلع معنا واحد ثلاث عالى ثمانتِ, نفس الحكي بالنسبة لأربعةается. اللي هي أنهم واتلائةً وثلاثة وثلاثةً وثلاثةً وبواحد فهي بتطلع معنى قانون احتمال hing候 3 على 16. الخمسة كان مرة ظهرها معنى الخمسة؟ الخمسة ظهرها من اربعة نتائج لذي انهم واحد اربعةpirيني ثلاثة اثنين اربعة سلاثة واحد فظهرها من اربعى نتائج ومن اربع أربع نتائج لنحسب فهي 4 على 16. الـ 16 من وين عمي نجيبه هي عدد عناصر فضاء العينة كلهم. يعني هون عندنا 4 ضرب 4 فتطلع 16. أو إذا بدكم عندو خانات الجدول فتطلع معنا 16. فأنا الخمسة هي 4 على 16 فإذا اختصناهن على 4 البسط والمقاء تطلع معنا 1 على 4 والـ 6 3 على 16 والـ 7 1 على 8 و 8 1 على 16 بنفس الطريقة اللي حكينا عننا عن 2 و 3 والـ 4 والـ 5. طيب. هلأ إذا حكينا على ما احتمال وقوع الحدث 3 أو 5 أو 7. يعني نحن النتيجة اللي عم تطلع معنا في أطلع إنه بدنا نحكي على المجموع الظاهر هو 3 و 5 و 7. فحسب قانون الاحتمال منلاحظ إنه إذا رمزنا له بالرمز ذا الحدث A. فبيل A تساوي بيل 3 أو بيل 5. عفوا يعني أو يعني زائد بيل 3 و بيل 5 بيل 7 مجموعهم مع بعض. فبالتالي إنه بيل 3 طلعت معنا 1 على 8. بيل 5 طلعت معنا 1 على 4 و بيل 7 طلعت معنا 1 على 8. وجمعهم جمع كسور عادي من واحد المقامات هاي منو ضربها بـ 2. فبتصير عنا 2 على 8. 1 زائد 2 زائد 1 على 8. بنفس الطريقة لو قلنا ما هو احتمال وقوع الحدث 6 7 8. كمان نفس الشيء منقول. عفوا هون البي بس. بيل بي بدال الابس. هون بيل بي. فالاحتمال هو 6 و 7 و 8 إنه اللي بدأت طلع معنا. فهو بي 6 زائد بي 7 زائد بي 8. نفس الشيء من الجدوات اللي أنا كاتبه جدوات القانون الاحتمالي تبعي. اللي هي بي 6 بتطلع معنا 3 على 16 بي 7. 1 على 8 وبيل 8. 1 على 16. كمان يا جمع كسور عادي من واحد المقامات. بعدين بأبسط صورة. دوما نحن بناخد هون بأبسط صورة. هلأ نحن بنشوي حكينا على فكرة إنه الاحتمال يكون مجاله صفر وبين الصفر والواحد. يعني أصغر ما يمكن بالصفر وأكبر ما يمكن هو الواحد. فلو لاحظنا هون احتمال وقوع الحدث اي بي طلع معنا نص والنص محصورة بين الصفر والواحد. نفس الحكي. البي احتمال وقوع الحدث بي طلع معنا 3 على 8. وهي فعليا تقريبيا بين الصفر والواحد إذا قسمناها. فمشان هيك أي احتمال لازم يكون واقع. يعني النتيجة تبعه لازم تكون بين الصفر والواحد محصورة دوما. هلأ بمثال ثاني من التمرينات الوحدة هذا المثال. قال في عنا في صندوق كرة بيضاء تحمل الرقم واحد. وكرتان زرقاوان تحمل إحداهم الرقم 2 وتحمل الثاني الرقم 3. وكرتان سوداوان تحمل إحداهم الرقم 4 والثاني الرقم 5. قال نسحب أشوائيا كرة من هذا الصندوق. سحبنا كرة من هذا الصندوق. رجعنا رجعناها ونعيده. ونسحب عشوائيا كرة ثانية. يعني هون صار في عنا ترتيب. كرة الأولى شو بتطلع؟ الكرة الثانية شو بتطلع؟ ممكن تطلع الكرة الأولى بيضاء أو زرقاء أو ثوداء. ممكن نسحب الكرة الأولى بيضاء ورجعتها. أرجع أسحبها بعد شوي. كما تطلع معي بيضاء. لأنه نحن عم نشيل الكرة ونرد الرجعة. فاحتمال تزهر مرة ثانية الكرة نفسها. هون بس عطاني لكل كرة ومرقمه. المطلوب أولا. عين فضاء العينة وقانون الاحتمال لهذه التجربة العشوائية. ما احتمال الحدث دي. سمالي يا دي. الحصول على الرقم نفسه مرتين. ما احتمال الحدث دي. سحب الرقم الثلاثة في المرحلة الثانية. وما احتمال الحدث دي. الرقم الأول أكبر تماما من الرقم الثانية. هلا بما أنه هون نحن عم نهتم بالأرقام الظاهرة من الكرات. يعني نحن نسحبهم بما أنه رقمناهم. فنحن بهمنا الرقم. أكثر ما يهمني اللون. فناخد فضاء العينة كمان بجدول. فبيكون عنا فضاء العينة. نحن أنه رقمناهم الكرات من واحد لخمسة. واحد لخمسة. أول شغلة. هلا فضاء العينة قدي عدد عناصره رح يكون. رح يكون عنا خمسة وعشرين عنصر. هون لأنه كمان ما نسميه بالترتيب. كرة ثم كرة ثانية. فعنا أما الكرة الأولى واحد. مثل ما حكينا ورجعنا رجعنا ورجعنا سحبتها واحد. يكون عنا النتيجة الأولى واحد واحد. أو سحبنا الكرة الأولى طلعت رقمه اثنين. سحبت الكرة الثانية طلعي رقمه واحد. فكمان بطعم عنا النتيجة اثنين واحد. أو ثلاثة واحد أربعة واحد خمسة واحد. وكمان نفس الشيء. اثنين واحد. اثنين ثلاثة. اثنين ثلاثة. اخمسة خمسة. هدول مهم هذا هو فضاء العينة. طيب استاذ ما فينا نكتبه على شكل أوميغا. كمان بصير نكتب على أوميغا تساوي. بس بجدول أريح إلي بالتعامل. أسهل إلي مشان أحسن. أخذ قانون الاحتمال لألو. هلأ. هاي مستلنا فضاء العينة. طيب شو قانون الاحتمال لألو؟ هاي فضاء العينة عنا. فقانون الاحتمال لألو. نحن عنا نتيجة واحتمال وقوعها. هلأ النتيجة واحد واحد. كم مرة واقع بالتدول؟ كم مرة متكررة؟ مرة واحدة. قلنا عدد فضاء عدد عناصر فضاء العينة هو خمسة وعشرين عنصر. فبالتالي هي مرة من خمسة وعشرين. هلأ أخذنا اثنين اثنين. أقوى. اثنين اثنين. هلأ ناخد عناصر القطر. لأنه عناصر القطر ما عم تتكرر. هي واحد واحد اثنين اثنين تاتة تاتة. اربعة. خمسة خمسة. كلهم انه نفذ احتمال الوقوع وال Luه واحد على Underground. لأن ولا واحدة مكررت. هلأ لو اخذنا اثنين واحد نتيجة اثنين واحد. منا див من لاحظه انه نطلع اثنين واحد وواحد واثنين نفس بعضين واحد واحد واثنين فتكررت كم مرة تكررت عندي مرت stato نقول احتماله هو اثنين على خمسة وعشرين نفس الشي له الثلاتة واحد. نفس الشي له لاربعة واحد �ons اي деся. خمسة واحد واحد خمسة. فهلا لو حكينا على اربعة اثنين مثلا. اربعة اثنين. عندنا كمان اثنين اربعة. تكرر مرتين. فبدالي احتمال وخوة ليلة رح يكون اثنين على خمسة وعشرين. فهذا جدول آآ فانون احتمال لألو هذه فضاء العين. انا الطلاب الثاني. احنا ما اول طلاب احتمال لحصول على الرقم نفسه مرتين. احنا بنحكي على حصول على الرقم نفسه مرتين. فاما واحد واحد اما اثنين اثنين اما ثلاثة اثلاثة اما اربعة اربعة او خمسة خمسة. فمنلاحظ انه بهذا الحدث عنا كم فرصة للوقوع اه كم فرصة للوقوع هي واحد اثنين من عنده يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. وبالتالي لاكي انه هون في خمسة من خمسة وعشرين. فبالتالي بكون عنا احتمال دي خمسة على خمسة وعشرين. وبالاختزال على خمسة بتطلع معنا واحد على خمسة وعشرين. نفس الطريقة الطلب الثاني. بدنا نحسب الرقم. اه سحب الرقم ثلاثة في المرحلة الثانية. فمعناها رح نكون رح ناخد واحد الثلاثة. يعني بطلع على السحب الثاني. ما بيهمني السحب الاول بيهم له. السحب الثاني لازم يكون ثلاثة. فواحد ثلاثة اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة ثلاثة وخمسة ثلاثة. كمان كم فرصة وقوع عنا كم نتيجي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. كمان من لايه انه هون عنا خمس فرص للوقوع من اثاو خمسة وعشرين فضاء العينة. فاحتمال وقوعه لدي هو بيقى تساوي خمسة على خمسة وعشرين كمان بالاختزال تطلع معنا واحد على خمسة. واخر الشي ازا الرقم الاول اكبر تماما من الرقم الثاني. يعني انا الكرة الاولى اللي سحبتها لازم يكون رقمه مثلا اثنين. الكرة الثانية لازم يكون واحد حصرة. او الاولى ثلاثة ممكن تاخد اثنين واحد. الكرة الثانية. فالثنين واحد ثلاثة واحد اربعة واحد خمسة واحد مقبولة. ثلاثة اثنين اربعة اثنين خمسة اثنين والاربعة ثلاثة والخمسة ثلاثة والخمسة اربعة. خمسة خمسة ما فينا ناخدها لانه صارت متساويين. نحن قالنا الكرة الثانية لازم يكون اصغر. الرقم الظاهر. الكرة الثانية لازم يكون اصغر من الرقم الظاهر في السحب الاول. فمن لاحظ انه كم فرصة عنا او كم نتيجة عنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لاحظ انه هون عنا عشر فرص في وقوع هذا الحدث. اللي هو سميناه اه بس. مواضح اخر فرص. مواضح? شو سميناه كان. سميناه احتمال الحدث اس. فبالتالي نحن قلنا انه عنا عشر فرص لوقوع هذا الحدث اس. وبالتالي بتكون عشرة على خمسة وعشرين. كمان اذا بدنا نختصرها على خمسة. فبتطلع معنا اثنين على خمسة. بهذا القدر نكتفي من هاي الوحدة ان شاء الله. وان شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا.